تحتوي مصر على العديد من المدن الجميلة والتي تضم الكثير من المعالم الاثرية والتاريخية والطبيعية الرائعة ومن اجمل المدن في مصر القاهرة وهي العاصمة الحديثة لمصر وتحتوي على العديد من المعالم الاثرية الشهيرة مثل الاهرامات وصلاح الدين قلعة ومتحف المصري الكبير والمزين الاقصر تضم الاقصر العديد من المعابد القديمة وهي وجهة شهيرة للسياحة الثقافية اسوان تحتوي اسوان على العديد من المعالم الاثرية الرائعة ومناظر طبيعية خلابة مثل جبل الجلالة ومعبد فيلة شرم الشيخ وهي وجهة سياحية شهيرة على البحر الاحمر وتحتوي على العديد من الشواطئ الرائعة والانشطة المائية الاسكندرية وهي مدينة ساحلية جميلة تحتوي على العديد من المعالم الاثرية والشواطئ الرائعة الغردقت وهي وجهة سياحية شهيرة على البحر الأحمر وتحتوي على العديد من الشواطئ الرائعة والأنشطة المائية ومنتجعات فاخرة الفيوم تقع الفيوم على بعد حوالي مائة كيلو متر جنوب القاهرة وتحتوي على العديد من المناظر الطبيعية الخلابة مثل وادي ياليريان وقلعة قيت باي جمهورية مصر هي دولة عربية تقع في شمال شرق أفريقيا وتمتد إلى جزء من آسيا عبر شبه جزيرة سيناء تحدها ليبيا من الغرب والبحر الأحمر من الشرق والسودان من الجنوب والبحر الأبيض المتوسط من الشمال تبلغ مساحة مصر حوالي مليون كيلو متر مربع ويقدر عدد سكانها بنحو مائة وأربع مليون نسمة مما يجعلها ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا تعد القاهرة عاصمة مصر وأكبر مدنها وتقع في قلب الدولة تشتهر مصر بالعديد من المعالم الأثرية القديمة مثل الأهرامات ومعبد أبو سنبل ومعبد دول كرنك والأقصر وهي وجهات سياحية شهيرة جذبت السياحة من جميع أنحاء العالم كما تضم مصر أيضا العديد من المناطق الطبيعية الرائعة مثل البحر الأحمر والصحراء الغربية تمتلك مصر اقتصادا متنوعا يعتمد بشكل كبير على السياحة والزراعة والصناع وتعتبر اللغة الرسمية لمصر العربية ويتبع معظم المصريين الإسلام والديانة الرسمية هي الإسلام تواجه مصر العديد من التحديات في مجالات مختلفة من بينها حيث تواجه مصر تحديات كبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي وخفض معدلات البطلة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين حيث تواجه مصر تحديات في مجال الأمن والاستقرار وخاصة في ضوء التحديات الإرهابية التي تشهدها المنطقة حيث تواجه مصر تحديات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وخاصة في ضوء التحولات السياسية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة حيث تواجه مصر تحديات في مجال حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وخاصة في ظل الزيادة السكانية وتأثيرها على الموارد المائية والزراعية حيث تسعى مصر لتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية والاتصالات وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات